أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن تقدير سموه لدور الشباب البحريني في العمل على المبادرات الإنسانية وثمن سموه جهود فريق ناصر البناء في مدرسة ابن خلدون الوطنية لما قدمه من مبادرات فاعلة في ترميم العديد من المنازل بدعم وتوجيه من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاء ذلك خلال الزيار التي قام بها سموه إلى المدرسة حيث تحدث سموه خلال لقاء مفتوح مع طلاب المرحلة الثانوية عن دعم المبادرات الهادفة التي تخدم فكرة العمل الإنساني المتأصل في الثقافة البحرينية ودعا سموه فريق ناصر البناء لوضع خطة استراتيجية لتطوير مبادراتهم الإنسانية مؤكدا دعم سموه الشخصي لمبادرات الشباب التي من شأنها تقوية روابط اللحمة والتواصل بين أبناء الشعب البحريني الواحد وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب العائلات المتعففة واستهل اللقاء بترحب من مشرف نادي تواصل الأستاذ عامر معروف الذي ألقى قصيدة شعرية حملت في مضمونها معاني الحب والوفاء للبحرين وماليكها وولي عهدها ولسموه الشيخ ناصر الذي يمثل قدوة للشباب البحريني كما تحدث رئيس فريق ناصر البناء الأستاذ شادي حسون عن تقديره البالغ لرعاية ودعم سموه الشيخ ناصر لفريق يحمل اسمه والقيم التي ينادي من أجلها بعد ذلك تحدث الدكتور كمال عبد النور رئيس مدرسة ابن خلون الوطنية عن دور المدرسة في دعم المبادرات الطلابية المتنوعة مثمنا الدعم الذي يلقاه طلاب المدرسة والشباب عامة لتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم وقدم الدكتور عبد النور الفيلم الوثائقي ابن خلون تاريخ ورسالة الذي عمل على إنتاجه مجموعة من طلبة نادي تواصل بإشراف الأستاذ معروف والذي يتناول المحطات المختلفة للمدرسة والإنجازات التي تحققت منذ التأسيس ولغاية اللحظة كما تضمن حوارات مع مؤسسي وإداريين ومدرسي وكوكب من الخارجين في نهاية اللقاء أتاح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المجال للطلاب لمشاركة أفكارهم وطرح تساؤلاتهم حول العمل الخيري الإنساني وكيفية تطويره داخل المملكة وخارجها وتمنيا لهم وللمدرسة التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر